اشتركوا في القناة وذلك خلال استقبال الرئيس السيسي في بيرلين بيتر لورسن مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن للصناعات البحرية كما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس مجلس إدارة شركة لورسن أعرب عن اعتزازه بمسيرة التعاون المشترك مع مصر في مجالات عمل الشركة فضلا عن الفرص الواعدة للاستثمار المباشر في مصر يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار الألماني أوليف شولس اليوم الاثنين حوار بيترسبورج للمناخ في العاصمة الألمانية بيرلين والذي يعد أحد المحطات المهمة قبل انعقاد الدورة المقبلة من قمة المناخ العالمية بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم وذلك لما يمثله من فرصة للتشاور والتنصيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ حيث تأتي دعوة مصر للرئاسة المشتركة لهذا المحفل المهم تقديرا للدورة الحيوية الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسي في إطار مفاوضات تغير المناخ على مدار السنوات الماضية ومن المقرر أن تشهد زيارة بيرلين لقاء الرئيس السيسي مع عدد من المسؤولين الألمان وعلى رأسهم المستشار الألماني أوليف شولس وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة في إطار حرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن تطلعه لمواصلة التنصيق والتشاور مع السكرتارية التنفيذية للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ مع اقتراب موعد نعقاد الدورة السابع والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والتي تستضيفها وتترأسها مصر في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ وخلال لقائه مع السكرتارية التنفيذية المؤقت لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ إبراهيم تياو قبيل المشاركة في حوار بوترسبورج للمناخ بمدينة بيرلين استعرض شكر التحضيرات الجارية للدورة السابع والعشرين لمؤتمر الأطراف مبرزاً العمل على ضمان مشاركة واسعة رفيعة المستوى من قبل الدول كافة فضلاً عن المنظمات الدولية والإقليمية ومختلف الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي وذلك بهدف خروج المؤتمر بالنتائج المنشودة على صعيد تعزيز عمل المناخ الدولي على كافة الأصعدة أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف أن الاتحاد الأوروبي يعاني أكثر من غيره من العقوبات ضد روسيا كتب لافاروف في مقالة لصحيفة إزفيستيا الروسية أن أوروبا التي وضعتها واشنطن على الجبهة المعادية لروسيا على حد تعبيره تعاني أكثر من غيرها من العقوبات وتدمر ترساناتها من خلال تزويد كييف بالأسلحة دون أن تطالب بتقرير حول من يسيطر عليها وأين تذهب أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفادف أن رفض أوكرانيا والقوى الغربية الاعتراف بسلطة موسكو على شبه جزيرة القرم يمثل تهديداً مباشراً لروسيا حذر مدفادف من أن أي هجوم خارجي على المنطقة سيتبعه رد مزلزل واصفاً إياه بأنه سيكون صعباً للغاية جاء ذلك تعليقاً على تصريح مسؤول أوكراني قال إن شبه جزيرة القرم يمكن أن تكون هدفاً للصواريخ هيمارس أمريكية الصنعة والتي نشرتها كييف في الأوينة الأخيرة خلال قتالها للكوات الروسية شدد الرئيس الأوكراني فلودمار زيلينيسكي خلال محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو على ضرورة زيادة الضغوط على موسكو ثم نزل لينيسكي الدعم الكندي الكبير على الصعيد الدفاعي لكييف إلا أنه انتقاد تسليم كندا التوربين الخاص بخط أنبيب نوردستريم والتابع لشركة غازبروم النفطية روسية العملاقة إلا ألمانيا وذلك بعد إصلاحه واعتبره غير مقبول وأضاف أن الضغط على موسكو يجب أن يزداد لا أن يتقلص انتهى الموجز الإغباري وللمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستوري أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو أر كود الظاهر على الشاشة كنت معكم أنا ساري عبدالله شكرا على طيبة المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة